عاجل جدا مصر بتحذر العالم قبل ضرب سد النهضة وعاجل اثيوبيا ترد على مصر بعد التحذير المصري للعالم وضربة كبرى مصرية ضد اربع مسؤولين كبار بالدولة ننشر لحضرتك التفاصيل في البداية صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول عاوزين نوصل الفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلان يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها نبدأ بتفاصيل اول خبر معانا وعاجل جدا مصر تحذر العالم قبل ضرب سد النهضة امبارح مصر وجهت خطابا لمجلس الامن ورسالة حول سد النهضة قالت فيها انه بعد عشر سنوات من المفاوضات تطورت القضية الى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي اوضحت مصر في الرسالة التي ارسلتها ان هذا الاحتكاك يمكن ان يعرض استمراره السلم والامن الدولي للخطر وعليه فقد اختارت مصر ان تعرض هذه المسألة على مجلس الامن الدولي عملا بالمدة 35 المثاق سامح شكري وزير الخارجية المصري قال في الرسالة ان الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والامن الدوليين ويتطلب ان ينظر فيه المجلس على الفور طالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الامن والسلم في افريقيا وتضمنت رسالة مصر دعوة مجلس الامن الدولي تأييد لما قدمه السودان في رسالته الاخيرة وتأكيد على ان بعد عشر سنوات من المفاوضات تطورت المسألة الى حالة تتسبب حاليا كما جاء في نص المادة 34 من ميثاق الامم المتحدة لاحتكاك دولي يمكن ان يعرض استمراره السلم والامن الدولي للخطر وعليه فقد اختارت مصر ان تعرض هذه المسألة على مجلس الامن الدولي عملا بالمادة 35 من المساء اهابت مصر في الرسالة بالمجلس في ضوء مسئولياته الرئيسية عن صون السلم والامن الدوليين ان ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الازمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الامن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل وان يتخذ التدابير لذلك اشارت ايضا الى خط سير المفاوضات والاجراءات الاحدية التي اتخذتها اسيوبيا في ابريل 2011 بعدم اختار دولتي المصب والتشاور معها عندما اعلنت عن السد وان الواقع اثبت المراوغة الاثيوبية بعد سنوات من المفاوضات حيث فشلنا في اجراء الدراسات المشتركة بشأن الاثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة وليس لدى مصر والسودان ايضا اي ضمانات متحقق منها بشكل مستقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي بما يثير القلق بوجه خاص لدى السودان التي تشغل عدة منشآت للطاقة الكهرمائية على طول النيل الازرق اهمها سد الروسيرس ولا يقل اثارة للقلق لدى مصر التي يمثل بالنسبة لها ضمان سلامة السد العالي في اسوان والحفاظ على متانته وادائه لوظائفه مسألة ذات اهمية قومية قصوى المصدر معانا كان من القاهرة 24 وانا اعتقد ان هذا هو التحذير المصري الاخير للعالم ومجلس الامن بخصوص قضية سد النهضة ويعني الملء الثاني كان بدأ امبارح امبارح كان 400 مليون متر مكعب المياه قامت اثيوبيا بملء خزان السد بيهم كل يوم هيبقى فيه ملء لسد النهضة وطبعا هذا الامر خطير بالنسبة لمصر والسودان ويجب على مجلس الامن الدولي انه يتحرك لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الاحمر اسفل الفيديو يلا ندخل على تفاصيل الاخبار ننتقل لخبر اخر معانا وعاجل اثيوبيا ترد على مصر بعد التحذير المصري للعالم اثيوبيا اكدت ان سد النهضة الكبير اللي بنته على النهر النيلي الازرق ليس ادالة ضغط شددت على انها لا يمكنها ان توافق على معاهدات تعود للحقبة الاستعمارية ولم تكن طرفا فيها السفيل الاثيوبي في جنوب السودان قال خلال لقاء مع المدير العام لمعهد سود في البلاد ان سد النهضة هو مصدر تعاون واداة التكامل الاقليمي واطلع المدير اوليتش على الاوضاع الحالية والتطورات الاخيرة في اثيوبيا وفيما يتعلق بمياه النيل وسد النهضة حيث اشار الى ان هذا المشروع ليس اداة ضغط كما تحاول مصر والسودان تصويره طبعا هذا كذب وافتراء لان اثيوبيا تعلم جيدا سد النهضة في حال ملءه بشكل كامل هيكون بيهدد مصر والسودان اذا كان هيهدد مصر والسودان بالفقر المائي وانتقاص حصتنا المائية او غرق السودان بالكامل بسبب يعني المشاكل اللي في سد النهضة والمدير شدد وقال انه لا يمكن لايثيوبيا ان توافق على معاهدات الحقبة الاستعمارية التي لم تكن طرفا فيها مصر والسودان زي ما حضراتكم عارفين واثيوبيا بيتفاوض منذ عشر سنوات دون تحقيق اي نجاح حول حل قضية سد النهضة الاثيوبي بينما تصاعد التوتر في الاشهر الماضية بعد تنفيذ اثيوبيا عملية تشغيل اولي لسد النهضة المصدر معانا كان من صحيفة اينا وبعض الوكالات وارتي واترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام اللي احب اكد واقول تاني ان اثيوبيا بتفتري وبتكذب في هذه القضية ننتقل لخبر اخر معانا وضربة كبرى مصرية ضد اربع مسؤولين كبار بالدولة والنيابة الادارية في مصر قررت احالة مدير عام الشؤون المالية بالهيئة الوطنية للاعلام وثلاث مسؤولين بمحطة صوت العرب للارسال الازائي للمحاكمة التأديبية العاجلة اكد تقرير الاتهام ان المحالين الاربعة خلال الفترة من 12 يونيو عام 2018 حتى 4 ستمبر 2018 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا لعمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها بجهة عملهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة التحقيقات كشفت ان كبير مهندسين بمركز ترى تابع للهندسة الازاعية باتحاد الازاعة والتلفزيون للارسال الازاعي قام باستخدام المزيل بسجل الحضور الانصراف الخاص بمحطة صوت العرب خلال المدة من 19 يونيو عام 2018 بالعمل خلال تلك المدة وقدم مدير عام الشؤون المالية بالهيئة الوطنية للاعلام قبل احالته للمعاش في غضون يوليو 2018 ومنتشر طلب اجازة اعتيادية باسم المحالة الثالثة رغم تواجدها خارج البلاد مما يشكل تزويرا في الاوراق الرسمية انتهت التحقيقات الى ان المحالين السلاسر ارتكبوا المخالفات المالية والادارية الواردة بمواد لائحة اتحاد الاذاعة والتلفزيون وطلبت النيابة الادارية من رئيس المحكمة تحديد اقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبا تبقى لنص المدى 14 من قانون النيابة الادارية وبالمادتين 15 اولا و19 على واحد من قانون مجلس الدولة المصدر معانا كان من صدى البلد واترك لحضركم التعليق على هذا الخبر اي مسئول فاسد بيتحاسب جينا لنهاية نشرة الاخبار البسيطة اتمنى اكون في التحضراتكم يعني بالاخبار اللي معانا في الوقت الحالي انتظرونا ان شاء الله واخبار جديدة قريبا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته